بين جنبات هذا المعرض يرتسم مستقبل حضر موت ورؤيتها المستقبلية على أيدي 180 من أبنائها المشاركين في فعاليات معرض حضر موت الأول للاختراع والذي تقيمه مؤسسة حضر موت للاختراع الغرض من المعرض الذي هو ظهر الاختراعات ورسم مستقبل رؤية حضر موت التنموية هؤلاء المقترعين يمثلون حضر موت في ممثلين لعدن مقترعين صغار ومقترعين كبار فوق 18 سنة المعرض وهو الأول من نوعه في البلاد بشكل عام يعرض على زواره أكثر من 170 ابتكارا واختراع تعالج العديد من الإشكاليات التي تصادفهم في مختلف المجالات كالصحة والتعليم والزراعة والطاقة البديلة والإنذار المبكر للكوارث الطبيعية والحوادث مشاركة عبارة عن جهاز استشعار حوادث السيارات عن طريق حساسات فوى من أردوينو وجهاز جي بي اس جي اس ام مثلا من غالبة السيارة يتم إرسال رسالة إلى مركز طوارئ افتراضي تمزود ببرنامج نستطيع من خلاله معرفة أقرب سيارة إسعاف للحادث وبالتالي نضمن الإنقاذ السريع لسائق المركبات مساعي الحفاظ على البيئة سجلت في الأخرى حضورها عبر تقديم هذا الطفل دول 14 عاما ابتكاره الذي يقول إنه يساعد على تنقية الهواء من الأتربة والغبار هذا الجهاز يحل مشكلة الغبار الجوي الذي يسبب للإنسان أضرارا وهذا الاقتراع أفارع الريبوت يجفض الغبار يحتوي على مكنزة الهوائية تعمل هذه المكنزة الهوائية على جهة الغبار من الجو وتجميع هذا الغبار لهذا الدول سالم ليس الطفل الوحيد الذي يشارك في هذا المعرر فغالبية المشاركين هنا هم من طلاب المدارس الابتدائية الذين انضموا إلى برنامج المخترع الصغير الذي تنفذه المؤسسة والهادف لاستكشاف المواهب والقدرات لطلاب المدارس الحكومية بشكل يساعدهم في تنميتها وتطويرها والحصول على داعمين لها يوجه هذا المعرض رسائل عدة أهمها أن حضر موت ستبقى أرض العلم والمعرفة والتميز وإن لديها النوابق الذين يستطيعون أن يبهروا العالم بقدراتهم وإبداعاتهم محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلة